تتجمع أطياف المعارضة السورية السياسية وفصائل مسلحة توصف بالاعتدال في الرياض ونصب أعينها الخروج بموقف موحد ينقلها على سفينة رؤية واحدة في أمواج حوار نيويورك المنتظر هذا الشهر والذي يؤمل أن يمهد لعملية انتقال سلمي في سوريا توقف حمام الدماء فيها لكن الهدف لا يبدو سهلا بالنظر إلى وجود شروط روسية مسبقة على حضور المؤتمر تتمثل في أن لا يضم وفد المعارضة المنبثق عن مؤتمر الرياض أي منظمات تعتبرها موسكو إرهابية بينما يقع على عاتق المجتمعين في الرياض مهمة لا تقل صعوبة ألا وهي إيجاد قواسم مشتركة بين معارضة الخارج السياسية ومعارضة الداخل المتهمة بمولاة النظام نهيك عن توحيد الرؤية التي يجب أن تخرج بها الفصائل العسكرية المشاركة وكل ذلك يتم بغياب قوى سياسية وعسكرية فاعلة على الأرض نضم إلينا من الرياض عضو الائتلاف الوطني السوري من درماخوس ومن موسكو الكاتب والباحث السياسي الدكتور سليم علي نذكر أنه بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك أهلا بكما أبدأ معك الحوار سيد ماخوس اختيار وفد موحد في مؤتمر رياض كما يؤمل هل بالضرورة سيعني موقفا موحدا للمعارضة السورية؟ نعم هناك ارتباط بين القضيتين ارتباط كبير لأنه كما تفضلت منذ قليل وكما ورد في تقريركم القضية الأولى المفصلية بالحقيقة هي الاتفاق على وسيقة سياسية تصلح أن تكون مرجعية لدى الدخول بعملية سياسية وصولا إلى حل سياسي للأزمة السورية لكن في هذا الأمر بالمناسبة على الرغم مما ورد من هناك بعض الصعوبات نعم هي صعبة ليست سهلة ولكن أقول أنه حدث تقدم حقيقي في هذا الملف لأن هناك حوارات مستمرة منذ شهور ربما ولقاءات واتفاق حتى على مسودات سياسية حدثت ذلك منذ عدة شهور هنا في باريس عفوا وفي مرحلة لاحقة في بروكسل بين وفد يمثل الاتلاف الوطني لقوى السورة والمعارضة ووفد يمثل هي التنصيق وثارت حدثت هناك العديد من اللقاءات الفردية بين هذه الفصائل والفصائل الأخرى غير الفصائلين التي ذكرتهما تحديدا من أجل فلنقول تدوير الزوايا الحادة الاتفاق على المسائل المفصلية وخاصة أريد أن أشير بشكل واضح وصريح إلى ملف أو ما يسمى بتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة وفقا لمرجعية جينيب وقرار مجلس الأمن 2118 وهناك إجماع في المجتمع الدولي واللاعبين الأساسيين سواء كانوا الإقلمين أو الدوليين على أن هذه أمور تكاد تكون محسومة هذه إذن قضية مهمة والموضوع الثاني الذي يرتبط بشكل مباشر بهذه المسألة وهو قضية الاتفاق حول آلية وزمن لخروج بشار الأسد ورموز نظامه من العملية السياسية لأننا نعرف المجتمع الدولي كانت هناك مقاروات مختلفة كانوا البعض أكثر تساهلا في هذه المسألة لكن اليوم معظم المجتمع الدولي نهيك عن اللاعبين الإقليميين والذين نعتبرهم أشقاء لنا نحن خاصة في الدول السلاس التي هي المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا وبعض الدول الأخرى أيضا الإمارات العربية المتحدة يجب أن نذكرها والتي لها موقف متطور وشقيق حقيقهم إذن هذه المسألة المتفق عليها لم تبقى هناك إشكاليات سياسية كبيرة وأنا أيضا أشير إلى حوارات بدأت البارحة منذ فترة وصول الوفود وكل هذا اليوم بين كل هذه الفصائل على هامش الاجتماعات التي تبدأ رسميا غدا صباحا وأشعر وقد شاركت في معظمها على الأقل أن هناك تفهم جيد ولا أعتقد هذا ما أمله على الأقل أن تكون هناك صعوبات في هذه المسألة لكن هناك صعوبات في مسائل أخرى بالتأكيد سنأتي إلى ذكرها الآن اسمح لي أن أذهب إلى السيد سليم علي في موسكو إذن هناك تفهم جيد حسب تعبير السيد ماخوس بما أنه يحضر طبعا هذا المؤتمر ولكن لماذا بدت روسيا أكثر تحفظا وبشكل مسبق قبل مخرجات مؤتمر الرياض ما الذي تخشاه موسكو بالتحديد سيدتي موسكو لا تخشى شيء هناك اتفاق في بينا على أن يتم التنسيق مع المبعوث الدولي ديمتسورة من أجل الاتفاق على تشكيل اللجان والتعاون والتصال بكافة المعارضين السوريين من غير اتهامات مسبقة مؤيد للنظام ووالد النظام ووالد للمصر وهؤل مجرة هناك يجب أن يكون اتفاق مع كافة طوائف وما يسمى فئات المجتمع السوري التي تمثلها للأسف الشديد ما أسمعه من ضيفك ماذا لهناك لغة الخطاب القديمة نحن نمثل نحن قوى الاتلاف نحن الممثلين الشرعيين وحيدين للثورة ونحن سوف نفرض الحل الذي نراه نحن نريد حكم وثيقة وما يقال هناك عبارة عن حكم انتقالي على بشار أسد أن يخرج هذا لن يؤدي إلى حل في سوريا هذا الموضع نحن جربناه سابقا هذا الكلام قد أعيد وكرر الآن الجانب الروسي هو الذي فاعل على الأرض يعني الروس الآن هم يقررون عن السوريين هكذا ما تقول أو هذا ما تقوله سيد سليم علي لا الروس هم يساعدون السوريون جارب من السوريين طبعا من حق البقية السوريين أن يعدوا من هم أشقائهم ضيفك في السعودية يعدوا أشقائهم هو السعوديون والقطريون والإماراتيون وغيره وفئات أخرى من الشعب السوري تعدوا أشقائهم ليس الأتراك ولا السعوديين ولا القطريين ولا حتى الإماراتيين هناك أطراف أخرى أشقائها لذلك علينا كسوريين أن نتفق مع بعضنا البعض وأن نبعد هذه التداخلات الخارجية طبعا هناك حوارات السعودية قد تفصلت وتفصل معارضة متناسقة معها ومتناسقة حسب رؤيتها للحل السوري لن يكون هناك تسليم للسلطة إذا كان أحد يدعي أنه سوف يسلمه السلطة وسوف ينسحب بكل بساطة هذا خاطئ ويخطئ بشكل كبير الوضع السوري هو أكثر تعقيدا وعلينا كسوريين أن نجتمع مع بعضنا البعض أن نتسامح مع بعضنا البعض كفى الاستقواء بالخارج هناك علينا أن نبدأ حوارات مع بعضنا البعض وأن نبدأ حوار من دمشق أنا أطالب ونحن التيارات التي نشكلها هل ترى بأن الأمر واقعي سيد سليم علي أن يجرى هذا الحوار الآن في دمشق هل الأمر ناضج إلى هذه الدرجة بأن تدعو أطراف في المعارضة السورية بالقدوم إلى دمشق يا سيدتي من قبل شهران كنا نرى أن الجانب الأمريكي لا يرضى بوجود بشار الأسد مطلقا والفرنسي أيضا نراهم يكلمون بشكل آخر هناك تقاطعات وهناك تطورات على الأرض قد جرت وعلينا أن نجاريها القوى الدولية لن ترضى بعملية إسقاط النظام السوري كما يرغب السعوديون ويدعو لهم السعوديون هذا الموضوع الآخر علينا كسوريين أن نبدأ بحل وندعو إلى حل أن ننتج نحن كسوريين حل أن لا نقصي بعضنا البعض علينا أن نبدأ بإيجاد حل لا الاستقواء بالخارج لأن كان سعودي ولا تركي ولا روسي ولا إيراني ولا غيري هذه نقطة مهمة على الرغم من أن المعارضة تقول بأن النظام السوري يستقوي بروسيا سيد ماخوس ما قاله السيد سليم علي سرع التوقف عنده لأن وجهة نظره يشاطرها في الكثير من المتابعين طيلت أربع سنوات ونصف والمعارضة السورية مشرذمة لم تتمكن أي قوى إقليمية من توحيدها بل بالعكس يعني كانت المعارضة كما يقول البعض حبيثة تجاذبات إقليمية ما مدى واقعية اختيار وفد للتفاوض لأول مرة مع النظام السوري على مرحلة انتقالية كل دولة إقليمية تراها من زاويتها وكل طرف المعارضة يرى هذه المرحلة الإقليمية من زاويته نعم هذا أحد الأهداف الأساسية التي يعقد من أجلها اجتماع الرياض ومساعدة مرة أخرى الأشقاء وإن كان هذا التعبير لا يعجب السيد سليم علي لكن أريد قبل أن أنتقل إلى مواد أخرى مهمة أريد أن أتوقف عند بعض المقولات والتي غير مفهومة على الإطلاق إذا كان عندما نقول نحن عن السعوديين والإماراتيين والقطريين وغيرهم أشقاء فما هو موقفهم من إيران؟ هؤلاء أشقاء لم يرسلوا ولا جندي واحد على الأرض نعم هم يساعدوا الشعب السوري للدفاع عن نفسه أمام عملية الإبادة الجماعية وأمام التدمير الشامل للبنى التحديد للوطن السوري من الطبيعي جدا أن يساعدوا الشعب السوري وقواه سواء المسلحة أو السياسية للدفاع عن نفسه أما ماذا يقول عن الاحتلال الإيراني بأزرعة متعددة وغير مسبوقة؟ هل هؤلاء موجودين في سوريا؟ لماذا؟ للدفاع عن نظام بشار أسد واستطراضا للدفاع عن مشروع الإيراني للهيمنة على الأمن في المنطقة وعدم الاستقرار بالمناسبة التدخل الروسي الذي أحترم هذه الدولة العريقة ولكن كيف يمكن تسميته عندما هناك كرسانة عسكرية غير مسبوقة وزخم للهجوم العسكري لم نشاهده منذ الحرب العالمية الثانية هناك صواريخ عابرة للقارات تقصف لديهم وجهة نظر؟ نعم أحترمها أيضا أنت أجبت على هذه الجزئية أجبت على هذه الجزئية وعلقت بالتحليل على ما ذكر حول موضوع الوفد نعم نحن نراهن أخت فضيلة نراهن على أن هذا الاجتماع يجب أن يكون قادر إذا كان فعلا على قدر المسؤوليات التاريخية التي كلفه بها الشعب السوري من أجل الاتفاق على وفد واحد يتبنى مشروع سياسي واحد بالخطوط العريضة لن تكون هناك اتفاق على كل التفاصيل وليس المطلوب اليوم أن نقدم حلول لكل التفاصيل لأننا ننتظر مرحلة أخرى بعد المرحلة الانتقالية عندما نقوم بتأسيس مؤسسات الدولة بدءا من كتابة دستور جديد يقطع مع نظام الاستبداد والفساد أولا انتخابات مجلس النواب انتخابات أخرى إقراء خيارات الشعب السوري نحن اليوم لا نفرض عليه شيئا ولا نقول لو تمنى نظام علماني ولا شمولي نقول نريد دولة هي دولة القانون تساوي الجميع أمام القانون لحقوق الواجهة ودولة المواطنة ونترك الباقي للشعب السوري يقرر لا أحد يملك الحق أن يقرر عنه اليوم أما مسألة الوفد نعم أنا لا أقول هي سهلة هي صعبة ولكن أنا نتحاور حوز الموضوع بالمناسبة كما قلت منذ يومين بما في ذلك ملف تشكيل الوفد قادر على أن يحمل المشروع الوطني للشعب السوري وأن يدير العملية التفاوضية مع ممثلين عن النظام خارج رئيس النظام ومن تورطوا في قتل الشعب السوري وتدميره أي كل رموز النظام هذه هي المقاربة لننتظر قليلا ولنرى إذا كان السيد سليم يشك بهذه الأمور نعم هو تحدي تاريخي هو رهان كبير نعم ولكن لم تبقى هناك حلول أخرى نحن نريد حل سياسي يحفظ مؤسسات الدولة السورية ويحفظ هيكل الدولة السورية ولكن قد لا يعني على الإطلاق أغض النظر عن الجرائم التي صارت يجب أن تمشي العدالة الانتقالية وأن يحاسب الجميع ويسألوا عن ما فعلوا بهذا الوطن على قاعدة العين بالعين والسن بالسن لا يمكن أن تكون سوريا بدون أن تتم المحاسبة ولكن نرى أخرى أن نريد حل سياسي والمحافظة على هيكل الدولات السورية إذا لم يقبل النظام بالحل السياسي وحلفائه فكما قال السيد عدل جبير والحلفاء الآخرين والأشقاء والأصدقاء وحتى الأمريكيين قال أوباما أيضا بما يتقاطع مع تصريحات السيد عدل جبير على روسيا وإيران أن تختار في وقت قريب بين الاستمرار في دعم نظام بشار أسد أو القبول بتفكيك الدولة السورية هذا خطير جدا لا نريد أن نصل إلى هذه النقطة ولكن إذا كان النظام وحلفاء لا يريدون أن نخرج بأفضل الأشكال لسوريا الجديدة فالخيار الآخر يبقى على الرغم من صعوبته وآلامه يبقى مفتوحا ولا لا يمكن أن تستمر عمليات الإبادة في سوريا إلى ما للنهاية سيد سليم علي بعد مقال سيد ماخوس كل مقالة يبدو أنك متحفظ على ما يحدث الآن في الرياض أعطينا تصورك لأساس التفاوض من أجل حل سياسي في سوريا ما هو؟ دعيني سيدتي أن أرد على هذا الكلام الذي قاله ضيفك من السعودية طبعا بداية ما هي القوى الثورية بين قوسين التي سوف تحقق عملية وتقاتل في سوريا وتسعى إلى إسقاط النظام وأحلال دولة القانون كما ادعى ويدعي ضيفك من السعودية أجبهة النصرى تنظيم القاعدة والتي هي العمود الأساسي لجيش الفتح والتي ما فتأ ضيفك من السعودية أن حياها أنا لم أقاطعك سيد منزر لو سمحت لك سيد ماخوس سيد ماخوس أعطيك الفرصة لترد لني ما لم أقوله صح هو يتحدث عن يعني مجموعات مرتبطة بالقاعدة من بينها النصرى وأنت تؤكد بأنها غير مدعوة ومعروف أنها غير مدعوة طبعا لمؤتمر الرياض اكمل لو سمحت لسيد سليم علي بدون مقاطعة سيد ماخوس سيدتي تفضل طبعا ضيفك من السعودية من خلال عشرات المقابلات التلفزيونية المسجلة قد وجهت تحية لجبهة النصرى على مدى السنين الماضية يعني طبعا تغير الآن الوضع تتحداني تتحداني لا تتحداني سوف أرسلها لك أعرف عنوانك البريدي وسأرسل لك ما كتبت وما قلت دعنا له شخص الموضوع دعنا له شخص وصلنا إلى مرحلة أنا لا أشخص شيء سيد سيد أنت تتحدث عن المجموعات المرتبطة بالقاعدة حدثنا عن هذه النقطة وتخوفكم من هذه النقطة أحرار الشام أحرار الشام التي يحاولون الآن تبيض وجهها وتبيضها كمنظمة من منظمة مرتبطة بالقاعدة ودعيت إلى السعودية لكي تمثل الشعب السوري أحرار الشام قد هاجمت وتهاجم وتقتل العشرات وقتلت الآلاف من أبناء الطواف الأخرى التي حررتها في إدلب قتلت الدروز وقتلت المسيحيين وقتلت العلويين هذا لا يمثلون شعب هذا الإرهابيون جيش الإسلام الذي رئيسه وقائده قد أرسل تعزيه بالملة عمر رئيس طالبان هذه مجموعة من المجموعات التي تسمى مجموعات ثوار وهي تقصف يوميا الشعب السوري جيش الإسلام لا يقصف دمشق بالقنابل وفي الصواريخ العشوائية يعني ما الفرق بينكم وبين النظام الذين تهاجمونه الآن إذا أردنا أن نتجه إلى الحل السياسي الحل السياسي يجب أن يكون في دول محايدة نحن لا نعتبر أن دول محايدة لا لإيراني ولا للسعودي ولا لغيره نحن بحاجة لبعضنا كسوريين علينا أن نبدأ كسوريين بحوار حقيقي عملية أن تعد البشار الأسد وتطرده من السلطة ويسلمك السلطة هذا حل غير واقي وغير عقلاني ونحن لا تستطيع لا أنت ولا آلاف مؤلفة من ما يسمى الثوار بين قوسين أن يعذر بشار الأسد وراءه دول عزمة تدعمه إذا أردت أن تحاربوا هذه الدول العزمة فتحاربوها تفضلوا حاربوها روسيا لم تسمح لأي قوة في العالم سيد علي أعطيك فقط هذه المعلومة قبل المعارضة السورية هناك دول أيضا عظمة تريد من الرئيس السوري بشار الأسد أن يرحل أو على الأقل أن يتم مرحلة انتقالية تحضيرا لحكومة جديدة تقوم بإدارة البلاد من هي القوة العظمة التي تريد ذلك؟ من هي القوة العظمة؟ من بينها فرنسا من بينها الولايات المتحدة من بينها ألمانيا كلهم يتحدثون جميعهم يردون بأن الرئيس الروسي لن يظل في الحكم بعد هذه المرحلة الانتقالية طبعا ليس الرئيس الروسي رئيس السوري الرئيس السوري عفوا رئيس السوري طبعا ضيفك من السعودية قال على الشعب السوري أن يقرر فأعطوا فرصة لهذا الشعب السوري أعطوا فرصة لم يمنح حتى هذا اليوم الشعب السوري أي فرصة الذي هل هو عبد الله المحيسني قائد جيش الفتح هو الذي سيقرر عننا كسوريين هل الارهابيين هل الارهابيين الشيشان والقوقاس هم سيقررون عننا هل يتجرى الاتلاف المعارض أن يقيم ويدخل في زيارة إلى إدلب عبد الله المحيسني قال سأقتل أي واحد سوف يدخل لذلك علينا أن نكون واقعين هناك قوى روسية تقاتل في الأرض هناك تقاتل الإرهاب ونحن نعلم من هم الإرهابيين في هذه البلد والجانب الروسي يعرض على الجميع القائمة هناك قوائم قد تم تقديمها من مختلف الأطراف القائمة الروسية لم تستسني أحدا من المعارضين عندما ننظر إلى القائمة الأمريكية أو القائمة السعودية التي كانت انتقائية وتنتقي فقط المعارضين الموالين إليها والذين متفقين معهم بوجهة النظر الآن الواقع السوري سوريا في مأساة نستطيع جميعنا أن نقول أن من الصباح إلى المساء سوف نعزل بشار الأسد وعلى بشار الأسد أن يرحل ولكن الواقع الآن خمس سنوات هل استطعتم أن تعزل بشار الأسد يعني خلينا نواقعين هذه نقطة دعني أن أقولها يا سيد سليم نقطة تستدعي توقف عندها أيضا أن أقولها للسيد منذر ماخوس الآن وبعد التدخل الروسي بالتحديد والهجمات شهدتها باريس بالتحديد ودخولها على الخط في ضرب داعش بقوة وبكثافة في الأسبوع الماضية ميزان القوة حسب تقديرات عسكريين ومتابعين مالت للنظام السوري بشكل كبير وأصبحت هناك تصريحات من حين إلى آخر تتحدث بأن ليس من الضروري أن يرحل الأسد وحتى كاري قبل أيام لمح إلى قضية إمكانية تعاون المعارضة والجيش السوري لمحاربة داعش على الأرض حين تسمعون تصريحات كهذه سيد ماخوس ألا تخافون من المرحلة المقبلة؟ لا أولا أريد أن أدخل بكل هذه المغلطات التي قدمت سيد سليم من موسكو لأنه إذا بدنا ندخل بها الأمور لا تنتهي لكن أريد أن أشير إلى مسألة مهمة عندما قلنا أن الشعب السوري هو صاحب الحق الوحيد أن يختار شكل الدولة واليوم لا نريد أن نفرض عليه شيء وبدمانات دولية نحن نقول اليوم بعد أن تدولت المسألة السورية نحن نشك اليوم أن تكون لدى الشعب السوري إمكانية أن يقوم بخيار حر وواعي ضمن عملية شفافة لذلك نقول أيضا إذن لابد عندما تنتهي المرحلة الانتقالية ونأتي إلى بناء الدولة الجديدة يجب أن يتم ذلك بإشراف دولي وضمانات دولية أولا لحرية الشعب السوري بالاختيار وبعد ذلك لصيانة هذا الاختيار لأنه مرة أخرى ضمن الظروف المعقدة اليوم لا تتكرر مثل لا العراق ولا اليمن ولا ليبيا نحن نتصرف بشكل عقلاني وقانوني ودولي بامتياز إذن ليست هناك إشكالية بهذا المسألة حول الشق الثاني من السؤال الذي يتعلق أنا أن هناك بعض الدول أول شيء أيضا أريد أن أتحفظ أخت فضيلة على أنه النظام السوري لم يميل إلى جانبه الميزان بشكل حقيقي نعم حقق بعض المكاسب ولكن يجب أن يكون واضحا أن المكاسب التي حققها لا تتناسب على الإطلاق مع زخم التدخل الروسي والعملية العسكرية غير المسبوقة التي قام بها وأنا أقول اليوم وليسمع السيد سليم إذا ينسحب اليوم تنسحب القوات الروسية سوف يسقط نظام بعد أسبوعين اليوم روسيا في وردة حقيقية لا تستطيع الانسحاب ولا تستطيع الاستمرار ضمن الظروف الصعبة التي نعرفها وهي هناك كلفة مادية وبشرية ومالية وهناك عقوبات وهناك أسعار النفط وهناك ملفات دولية تدخل في صفقات كلها وأنا أريد فعلا وأتمنى من كل قلبه الكثيرين مثلي من المعارضة أن تعيد روسيا الاتحادية قراءة الأحداث تتخلى عن هذا الرجل الذي لن يبقى في مستقبل سوريا في كل الأحوال ومن حقها ونريد أن تعود العلاقات الصداقة مع الشعب الروسي والدولة الروسية التي كانت على مدى خمسين عام مع الشعب السوري والذي يحترمها ولكن أن يكون ذلك خارج هذا النظام المجرم الموجود اليوم ومن بعدها لها حق كل الدول أن تشارك في بناء سوريا وفي صفقاتها نحن لا نحمل أجندات أجنبية كما كان يتهون بذلك وقد عادوا القراءة واليوم يقولون لم يعدوا يعتقدوا أن المعارضة تحمل أجندات أجنبية نعم ليست هناك معارضة في جمهورية فلاطون هناك بعض الحوادث وهذا طبيعي لكن في مجملها هي معارضة وطنية بامتياز أيضا فيما يتعلق سؤالك الأخير في قصة أنه لا أدري الشق الآخر أخت فضيلة ذكريني بالشق الآخر أنت تقريبا أجبت على أغلب المحاور لأنه بقيت فقط دقيقة واحدة سيد منذر ماخوس أعود بها للسيد سليم علي لأنه عنده حق الرد على مقول تفضل سيد سليم علي يعني يتكلم عن الأجندة الخارجية طبعا رأينا أن السعودية إرضاء لتركيا والإتلاف إرضاء لتركيا هو لا يقدم أي دعوة ولا اتصال بمختلف القوى الكردية إرضاء لتركيا وهناك إرضاء للسعودية لا يقدم اتصالات مع القوى الديمقراطية الحقيقية هناك ما نراه أن الآن هناك محاولات لفرض حلول قد عف عنها الزمان منذ أربع سنوات الواقع هو التالي علينا كسوريين أن نقدر مقدرة المأساة السورية المأساة السورية هي مأساة كبرى يجب أن نتخلص من هذه الأوهام علينا أن نجلس كسوريين مع بعضنا البعض ونبحث عن حل حقيقي لإنقاذ الوطن السوري وكل هذه المؤتمرات الإقصائية التي تقصي مجموعة من الشعب السوري وتدعو إلى الدخول بمفاوضات مسبوقة النتائج هذا لن يؤدي إلى حل سوف تستمر المأساة السورية حتى نصل ونجتمع مع بعضنا البعض من أجل تقرير مستقبل بلدنا لكي هو مكون وطن للجميع ليس وطن لإقصاء بعضنا البعض ولا كما قال ضيفك علينا أن نبدأ بالمحاسبات إذا أردت أن تحاسب فعلينا أن نحاسب الجميع ونبدأ من ائتلافكم الذي أيد المذابح التي تمت إجراؤها من قبل الإرهابيين في سوريا شكرا لك كنت أتمنى أن أعطي ولو ثلاثين ثانية لسيد ماخوس اسمح لي سيد ماخوس في أقل من خمسة عشرة ثانية لأنه ذكر الإئتلاف واتهمكم هذا الاتهام أقل من خمسة عشر ثانية لو سمحت لي لا من حقي أيد مذابح أعين تأييز المذابح لكن الإئتلاف لم يكن يخدم أي أجندات أجنبات كما قلت ليست هناك ثورة في التاريخ ومعارضة شفافة بالمئة مئة بمجملها هي وطنية بإمتياز وهناك شخص هنا وهناك وهو موجودة في كل ثورات العالم شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم يعني كان حوار إلى حد ما ساخن سيد علي سليم علي الكاتب الباحث السياسي من موسكو شكرا جزيلا لك أيضا منذر ماخوس عضو الإئتلاف الوطني السوري من الرياض عفوا على مقاطعتكم أيضا موسيقى موسيقى موسيقى